مع اياد دهماني العلمي متاع المتحور الجديد متاع الكورونا اللي منظمة الصحة العالمية بعد ما كتشفه اللي قوله اوميكرون الاسم العلمي متاعه B11529 اللي هو اليوم الحدث اليوم كتشوف وسائل العالم العالمية الكل تحكي على المتحور الجديد هذير ما فهماش برشا ماطيات هو برز اساسا في جنوب افريقيا أنا لقيت تصريحات المسؤولين على الصحة في جنوب افريقيا يقولوا انه الاعراض خفيفة معانتها مقارنة بالدلتا هي خفيفة ولكن اللي مقلق العلماء والمهتمين بالصحة انه التحورات اللي صارت فيه كبيرة حوالي 30 تغيير جيني صاروا مقارنة بالدلتا مثلا الديلتا مقارنة باللي قبله فهمة زوز ولا ثلاثة تحورات برك هذير اللي مقلق بقى حالة البانيك هذير خلات عدد من الدول انها تسكر حدودها حدودها على الرحلات اللي جاية من جنوب افريقيا ولكن فهمة دول اخرى سكرت رحلات الكل كيمة المغرب كيمة الكين الصهيوني وهذا يخلى انه فهمة ردة فعل من الول كينت من جنوب افريقيا لرفض معتلا الاجراء هذير والبارح منظمة صحة العالمية قالت راه علميا ما فهمة حتى شي يبرر غلق الحدود نظرا لانه ما فماش حتى حاجة تثبت انه المتحور الجديد اخطر من المتحورات اللي قبله هو اكثر انتشارا معانتها سرعة العدوى هي اكثر ولكن معانتها ما فهمش ادلا انه يقتل اكثر وإلا يعمل حالات اختيرها اكثر العدوى امتاها اكثر عشرة مرات بالدلتا اللي هو دجاء اللي هو دجاء كان اكثر من اللي قبله هذا هي مرطة المرطة الثاني هو انه الموجة جديدة هذه او ما تسمى بالموجة الخامسة اللي هي مايش مربوطة بالاميكرون ولكن نشوفه عدد كبير من حالات العدوى مثلا في اوروبا نقاوه في المانيا في بريطانيا حتى فرنسا ارتفعت الحالات فيها روسيا كيف كيف اللي يخلي العالم متخوف من عودة موجة عالمية كبيرة لفيروس كورونا هذا هي في علاقة بتونس امين حبينا نحكيه اليوم على انه احنا كيفش قاعدين نستعدوا للمخاطر هذه متاع الموجة الجديدة اللي هي موجودة في العالم رغم اللي تونس معنتها في الاشهر الاخيرة حقت نسبة مهمة من التلقيح مقارنة بالفترة الاولى ولكن نقعد ما زلنا ابعاد على معنتها اليوم عمليات التلقيح سبلافان اخر رقم خرجات وزارة صحة عدد اللي استكملوا التلقيح 5 ملايين ومئة وخمسة وثنين مواطن تونسي يعني معنتها بشن انا راندي 5 ملايين ومئة الف تونسي هما اللي لقحوا تقريبا النسبة هي في حدود 49 50 بالمئة من البوبيوليسيون اللي هي شوية انه بلاد كما بريطانيا نسبة التلقيح اكثر من 60% اليوم فيها موجة كبيرة بلاد المانيا كيف كيف دونك من الاسألة اللي تطرح كيفاش نعالجوا هذي خاصة انه عنا اسابيع انه بعد الفاق اللولانية متاع اوت وسبتمبر اللي الناس مشاوا لقحوا بصيفة كبيرة بعد نقص نقصة عملية التلقيح فمش كوني راهن عالباس سانيتير انه معنتها جواز تلقيح هذي اللي يحكيوا عليه انه هو اللي بشي يدفع الناس كنشوف قراءة مقارنة مع الدول الاخرى نلقاه انه عنده تأثير صحيح ولكن راومهوش الحل السحري بش الناس تمشي يتلقح في تقديري اهم حاجة اليوم نعملوها هي انه ساعة هل خمسة مليون تونس اللي ملقحوش باهم اقل معنتها لانه كنا حيو الصغار والناس اللي مهمش معنيين بالتلقيح ولكن فما على الاقل ثلاث ملايين يلزم نعرفوه مشكور باش الكمنيكاسيون تكون اكثر نجعة مثلا اليوم مين معنتها يزمنا دراسة باش نعرفوه الناس اللي ملقحوش اغلبهم مين هل انه في المناطق الريفية هل انه في المناطق الحضارية هل انه اللي اقل من 40 سنة هل انه اللي اكثر من 40 سنة والاهم من هذا يا زادة كيف كيف انه تتعمل دراسات باش نفهموه علاش ملقحوش معتها فما اللي في الماركتينج يفهموه هو موضوع زيتود كاليتاتيف انه يتعاملوا ويجيبوا الناس وتصير دراسة باش نسألوا شنوه هل انه مخاوف هل انه كسل هل انه عدم القرب هذي فيش باش يعاون باش يعاون انه اليوم في الكومينيكاسيون بتاعنا يلزم تطور الكومينيكاسيون التواصل في عملية التحسيس للتلقيح من انه في مرحلة أولى كنا نصدرس نتوجه للمواطنين لكل اليوم يفوق اكثر سبلاج معناتها انه نتوجه للناس الي ملقحوش وهذا باش يكون عنده فاعلية يلزم نفهموا الاسباب الي خلاتهم ملقحوش باش يكون المساج يتلائم مع التحدي الي هو دفع الناس هذو الي ملقحوش للتلقيح كيف نفهموهم عليش ممشيوش لقحو النجم ونعملوا كونسبسيون وتصور الكومينيكاسيون فعالة تخليهم يلقحو هذي للأسف باش نرجع عنا قصور في مسئلة التواصل والحملات الدعائية من أجل دفع الناس انها تمشي للتلقيح ولكن اليوم راهوا قدام التحديات الجديدة قدام المخاطر على الاقتصاد نحب نذكر انه راهوا العالم الكل اليوم يعاني من مخاطر الكورونا على الاقتصاد تشوفوا نسبة تضخم في أمريكا توصل 6% انه اليوم فما غلاف المواد الأولية اليوم فما الكونفين ما عنده كلفة اليوم رأيك نحكي على الأزمة المالية متى تونس القسم الكبير منها جاي من هيك العام اللي تقريبا البلاد وقفت فيه باش ما نعودوش نرجع وتتعمق معتها الأزمة متاعنا يلزم نكونوا في عمليات استباقية وكل الدراسات تقول انه أهم حاجة هي التلقيح واليوم يلزمنا مجهود اتصالي باش نخليوا الناس تمشي يتلقى مجموعة من الأسألة السريعة هل موجة قادمة لا محالة جاية لا محالة لا مهوش عراف ولكن نرجع ونشوف العالم لكوروب متاع الدول في العالم نعرف انه كلما بدأت موجة في العالم وخاصة في أوروبا في شمال أفريقيا وفي تونس تكون في الخارج بداوا يعتمدوا السياسة الغلق معترين الدول كما المانيا رجعوا يسكروا رجعوا معتها الكوفرفو على خاطر وصلت الوفايات نسب كبيرة حالة الإصابات اليومية عشرة الألف كان هما وصلوا يسكروا نحن قادرين اننا نعاود ونرجعوا وينكننا الكاز دي بار متاع كوفرفو متاع حجر صحي لقدر الله إذا فم ارتفاع كبير في حالات الإصابات وارتفاع كبير في حالات البيفايات وانه المستشفيات تكون غير قابلة على استقبال المرضى ما فهماش حالاخر العالم الكل يعمل اكتصاديا اليوم يلزمنا نعملوا كل الإجراءات باش ما ننصلوش غاديك اهم حاجتين هي انه الكنترول متاع الناس الداخلين على خطر اليوم التسكير ما هوش حل وشوفنا حتى لواميس البارح قلته ولكن الكنترول احنا الى حد الان اللي نعرف وانه على الورق الاجراءات اللي اخذيناها مهمة وتعطي نتائج بقاها لاني متبقى كومي الفو لا صراحة ما نعرش ما عنديش المواطعيات باش نعرف ولكن اذا تبقت هدايا ينجي محل المشكل والنقطة ثانية هي اللي كنا كنا حكين عليها في البداية هي التلقيح وكيفاش هل اليوم اقتصاديا قادرين نعود ونرجع للكوفرفول لا متراش المرة هذي تناجم تكون عندها عواقب وخيمة جدا طبعا لا معانتها باش نرجع كوفرفول وكونفينمان النتائج باش تكون كارثية تماما على خاطر المرة الأولى معانتها تشوف الوضع بتاعنا مانيش من ناجمين كاملوا الميزانية الاقتصاد ما فيش نمو حققنا التراجع في نسبة النمو في 2020 بإلا 8% دونك اليوم مانيش باش نناجم وحتى الباس سانيتير معانتها اليوم راه يلزم معانتها كيف نطبقوه ناخده بعين الاعتبار انه ما يضرش دورة الاقتصاد بحيث انه معانتها مش التجار يرجعوا يسكروا وإلا معانتها معاش يجيوهم ناس كما يلزم على خاطر الباس سانيتير هذيك كله يعطل الاقتصاد دونك اليوم اهم حاجة هي انه ما عادش نرجعوا للسيناريو وهذا فماش حتى حالين كنترول وفرونتير ودفع الناس جزتما هل اليوم من الاجدر نتعلموا من اخطاء الماضي متاعنا وقتلي يلزم نسكروا الحدود نسكروا تقولي الاقتصاد لحد شي خطل عويق بيش تكون اكبر برشا اقتصاد هو كيف يبدأ علميا انه يلزم نسكروا وانه الكنترول ما يلقاش حل ما يلزمش سكروا هل ما يلزم يكون مطبق كما يلزم باش فماش يكون يتسلل من الثغارات متاع الكنترول واضحية يعطيك صحة ايات بركة لو فيك عندكش كلمة اخيرة في عشرة ثوين كلمة اخيرة نحب نقول اللي يسمعوا فينا وما لقحوش راهوا اليوم كل الدراسات اثبتت انه التلقيح ما عنده حتى مضرة وراهوا بالعكس المضرة هي انك ما تمشيش تلقح تضر روحك وتضر القراب ليك وتضر الناس الكل وتضر البلاد هذك علاش اللي ما لقحش سهل ياسر يمشي اليوم التلقيح متوفرة كل انواع التلقيح متوفرة من غير موعد تنجم تمشي للفارماسية تنجم دونك ما رو فما ناس في دول اخرى في العالم يتمنوا باش يلقعوا التلقيح اليوم احنا عنا التلقيح يلزم الناس الكل تلقح باش نحمي وروحنا والعزيزالينا والبلاد بشكل عام واضح هي دي اعتيك صحة بركة الله وفيك